ثانيا المحاسبة عن الاستثمارات قصيرة الأجل أو المقتناه بغرض الاتجار في هذه الجزئية نتناول مجموعة من النقاط أولها كيفية إثبات شراء الاستثمارات قصيرة الأجل ويحتاج هذا الإثبات إلى بداية تحديد تكلفة شراء الاستثمارات قصيرة الأجل فتكلفة الشراء تساوي ثمن الشراء مضافا إليه مصروفات الشراء ومصروفات السمسرة يتم جمع الرقمين ومن خلالهم يتم تحديد تكلفة الشراء وبناء على هذه التكلفة يتم إثبات تكلفة الشراء حيث يظهر حساب باسم الاستثمارات قصيرة الأجل هذا الحساب يمثل أصل والأصل مدين وعند زيادة الأصل فإنه ينشأ أيضا مدين إذن في دفتر اليومية عند الحصول على استثمارات قصيرة الأجل يكون لدينا حساب أصل يسمى بالاستثمارات قصيرة الأجل يكون مدين ولنفرض أن المبلغ مثلا كان عشر تلاف ريال إلى حساب الصندوق بفرض أن الشراء تم نقدا عشرة ألاف ريال إثبات شراء أوراق مالية قصيرة الأجل نقدا وليكن التاريخ يوم واحد واحد نأخذ على ذلك مثال موجود صفحة 211 بيقول أنه في 15.6.22 قامت منشأة أبو صالح بشراء ألفين سهم من أسهم شركة الغاط الزراعية بسعر 204 ريال لكل سهم من الألفين سهم وكانت هناك أيضا مصرفات سمسرة قدرها ألفين ريال وتم سداد القيمة نقدا والمطلوب تحديد تكلفة شراء الأوراق المالية ثم إثبات هذه العملية في دفاتر منشاة أبو صالح عند تحديد تكلفة الشراء فإنها تساوي ثمن الشراء ألفين سهم في 204 ريال مضافا إليهم مصرفات السمسرة ثم بعد ذلك عند الإثبات في دفتر اليومية فإنه يظهر حساب الاستثمارات قصيرة الأجل ليعبر عن هذه الاستثمارات وحيث أنه أصل زاد فيصبح هو الطرف المدين أما الطرف الذي دفع القيمة فهو حساب الصندوق وحيث أنه انخفضت قيمته وهو أصل فيصبح دائن بناء على ذلك في الحل واحد تحديد تكلفة شراء الأوراق المالية تكلفة شراء الأوراق المالية تساوي ثمن الشراء مضافا إليها مصرفات الشراء والسمسرة بالنسبة لثمن الشراء فإنه يساوي عدد الأسهم في سعر السهم الواحد كان لدينا 2000 سهم وسعر السهم الواحد 204 ريال إذن ثمن الشراء يساوي 408000 ريال يضاف إليهم مصرفات الشراء والسمسرة وقدرها 2000 ريال بناء على ذلك تصبح تكلفة الشراء تساوي 408000 وهي ثمن الشراء زائد 2000 اللي هي مصرفات الشراء والسمسرة إذن قيمة الاستثمارات قصيرة الأجل تصبح 410000 اتنين إثبات هذه العملية في دفاتر منشاة أبو صالح إذن لدينا حساب اسمه حساب الاستثمارات قصيرة الأجل وحيث أنه أصل يزيد فيصبح مدين بالقيمة وقدرها 410000 إلى حساب الصندوق 410000 لأن الشراء تم نقدا يوم 15.6.22